بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطلاب الكرام طالبات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتكلم اليوم إن شاء الله عن موضوع في غاية الأهمية نتكلم عن البنية التركيبية والوظيفة لأنسجة العظام نتكلم عن البنية التركيبية للعظام وما هو الدور الوظيفة للعظام العظام كثير من الناس يعلم أن هذه العظام مسؤولة من عملية الحركة ونقل الطاقة الحركية من العضلات إلى العظام في صورة تمكن الإنسان أو الكائن الحي من الحركة لكن هذه تعتبر واحدة من وظائف العظام وليست كل الوظائف وظيفة ثانية جميعنا يعلم البون مارو أن العظام هي الأساس في عملية تنسج أو صناعة الدم العظام هي الأساس في عملية تنسج أو صناعة كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء أيضا بأنواعها المختلفة أيضا وظيفة أخرى من وظائف أنسجة العظام ألا وهي أن أنسجة العظام ذات نفسها تعتبر جبال من المعادن يعني جسم الإنسان إذا افتقر للكالسيوم أو افتقر إلى الفوسفات يقوم الجسم بنحت هذه الكتل من العظام ونحتها واستخراج الكالسيوم منها وتغذية الدم بالكالسيوم لرفع معدل الكالسيوم في الدم ونفس الشيء رفع معدل الفوسفات في الدم بعدما يتم عملية نخر أو نحت العظام لتوفير القدر المناسب من الفوسفات والكالسيوم إذن أنسجة العظام أدوارها مهمة جدا أيضا دور مهم آخر للعظام أن العظام مثل خزنة المال خزنة المال مكولة من الحديد وداخلها يوجد المال والذهب والفضة والماس إذن هذا الحديد يحافظ لنا ويحمي لنا داخله شيء مهم كذلك تجد أن عظام الرأس تحمي المخ الذي هو أهم من المال والذهب والفضة والماس وتجد أن عظام القفص الصدري تحافظ لنا على الرئتين والقلب الذين هم أهم من الذهب والفضة والمال فاليوم إن شاء الله نتكلم عن البنية التركيبية للعظام ونجد سنتعلم أن هذه العظام كثافتها تزيد منذ ولادة الطفل إلى العقد الرابع من العمر أي عندما يصد الإنسان إلى سن الثلاثين ويبدأ في الواحد الثلاثين تبدأ كثافة العظام بالهشاشة والضمور وبالذات عند النساء بصورة فضيعة بعد عملية وبعد مرحلة المنابوز المنابوز أو سن اليأس وهو ليس يأس يعني هذه هي أسماء خاطئة أو ألفاظ غير علمية لأن الإنسان لا يعرف اليأس إنما هي سن اليأس من الإنجاب من الإنجاب ولكنها ليست سن اليأس من الحياة كما ينظر لها كثير من الناس بصورة عامة وكثير من النساء للأسف لكن سنتحدث إن شاء الله عن ما هي العوامل التي تؤدي إلى إطالة كثافة العظام يعني بالتأكيد تجد أن الرياضيين بالذات من يحملون الأثقال يعني إذا قارنت في ألعاب القوة الرياضيين المتخصصين في الجري وألعاب القوة تجد أن عندهم جهاز دوري وقلب ممتاز جدا ومعدل نبضات القلب يكون منخفض جدا ولا يعانوا من تصلب الشرايين لكن مقارنة بمن يرفعون الأثقال تجد أن متخصصين في رفع الأثقال تجد أن عظامهم أقوى لأن الجهد الجهد الذي تتعرض له العظام يطالب العظام بالنمو للتأقلم مع إجهاد رفع هذه الأثقال الشديدة فتجد أن من يرفع الأثقال تجد أن عظامه تقوم قوية جدا أما مقارنة بمن يركض أو يركب الدراجة الهوائية مثلا تجد أن عضلاته تكون قوية وجهازه الدوري يكون منتظم ولكن العظام لا تكون في قوتها وكثافتها على الأقل بالمقارنة مع من يرفعون الأثقال تجد أن رفع الأثقال يقوّل العظام بصورة شديدة جدا عوامل أخرى نجد أيضا أن التغذية يعني سوء التغذية في البلاد المنتشر فيها الفقر والمجاعات وسوء التغذية تجد أن فيها حشاشة العظام وتجد لأنه افتقار الكالسيوم والحليب والمواد الغذائية المهمة جدا والعكس الصحيح الدول المنتشر فيها السمنة المفرطة هذه السمنة المفرطة تؤدي إلى حشاشة العظام والالتهابات المفاصل والأريثرايتس أيضا وهناك أيضا الأمراض الوراثية تؤثر بصورة فضيعة جدا في كثافة العظام وتؤدي إلى حشاشة العظام بعض الناس يولدوا بأمراض خلقية حيث توجد طفرات جينية تؤدي إلى تنشيط الخلايا التي تؤدي إلى نخل العظام سنتحدث عن ذلك بصورة بكثافة إن شاء الله طيب خلونا أول شيء نبدأ بتسلسل العمليات الحيوية التي تؤدي إلى التوازن التوازن ما بين بناء العظام وهشاشة أو نخر العظام أوكي العظام فيها ثلاثة أنواع من الخلايا النوع الأول ما يعرف بالأستيو كلهم يبدأ بأستيو أوستيو 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 الثلاثة أوستيو النوع الأول ما يعرف بأستيو أستيو خلونا نشوف اللون ثاني ما يعرف بأستيو استيو بلاست بلاست استيو بلاست ونحق جنبها علامة زايد سنعرف لماذا عوضنا زايد وبعد ذلك نجد عكس الاستيو اكسل استيو بلاست بعلامة زايد عندنا عكس الاستيو بلاست ما يعرف باستيو كاكلاست استيو كلاست ونضع جنبها علامة ناقس استيو كلاست لان ها تنقص الايضا. استيو بلاست تزيد كثافة الايضا وضيو كلاست تنقص كثافة الايضا. اما النوع الثالث من عربي الاستيو سايدس ما هو الفرق بين الاستيو بلاست وð الاستيو كلاست و phenomena آس. استيو بلاست تزيد من كثافة الايضا an تزيد من كثافة العظام والاستيوكلاس تزيد من هشاشة تنخر العظام تقلل من بيك بون ماس أما الاستيوكلاس هي عبارة عن سنسور تقوم بإرسال رسائل للجهاز العصبي لتنبهوا أن هناك ارتفاع شديد في كثافة العظام نحن نريد توازن لا نريد كثافة شديدة للعظام وهذا يؤدي إلى مرض خطير جدا يسمى بالاستيوكتروزيز أو مرض البليات أو مرض العظام البلوري يعني من كثرة الكثافة مفرطة بصورة كثافة العظام مفرطة بصورة فضيعة جدا حتى يصبح عظم المريض يشبه البلورات الزجاجية بسبب الاستيوكتروزيز والاستيوكلاس تقوم بالعكس تقوم بعملية نخر شديد جدا في العظام مما يؤدي إلى أوستيو بروسس أوستيو بروسس حساشة العظام ففي الجسم نريد توازن ما بين الاستيوكلاست والاستيو بلاست إذا زاد الاستيو بلاست تقوم الاستيو سايت النوع الثالث من الخلايا بإرسال إشارات إلى الجهاز العصبي لتنبه الجهاز العصبي أنه يجب إيقاف نشاط الاستيو بلاست وتطوير نظام الاستيو بلاست أما العكس إذا كان فيه أوستيو بروسس نخر شديد جدا في كثافة العظام تقوم الاستيو سايت بإرسال رسالة عكسية مضادة لتنبه الجهاز العصبي بأن يقلل من نشاط الاستيو بلاست بإرسال رسائل سايتو كينات تؤدي إلى تعطيل الاستيو بلاست فإذا استيو بلاست تزيد من كثافة العظام والاستيو بلاست تقلل من كثافة العظام والاستيو سايت تراقب وترسل ترسل إشارات لتحافظ لنا على مهدل موزون هوميوستاتيك ستادي ستايت هوميوستاتيك ستادي ستايت بون دنسيتي طيب كيف تقوم الاستيو بلاست والاستيو بلاست بالنشاط طيب هناك مسارين مختلفين في غاية الأهمية يجب عليكم أن تعرفوه المسار الأول هو ما يعرف بالسترومل سيل أو البون مارو سترومل سيل طيب عندنا الخلية هنا بالأورنج خلينا نقسمها إلى خليتين كل خلية هي مسار فهناك المسار رقم واحد والمسار رقم اثنين المسار رقم واحد نبدأ به هو ما يعرف بمسار سترومل سيل أوب دون مارو والمسار الثاني يسمى بالاستيو بلاست باثوي هنا عندنا البون مارو سترومل سيل باثوي باثوي والاستيو بلاست باثوي طيب نبدأ بالنوع الأول سترومل سيل أوب دون مارو باثوي عندما نحتاج لعملية هذا هنا هو البون هذا نسيج العظام بون هذا هو البون بالأسود واللون البني هذا هو البون طيب نحن نريد نخر الخلية الوحيدة التي تستطيع نخر هذه العظام هي الأستيوكلاس لكن كيف يتم تنشيط الأستيوكلاس يعتمع على المسهارين المسهار 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 المسه الأخضر تقوم بعدما تفرز من The strong cell of the bone marrow تفرز لنا تقوم بالاندماج والارتباط والارتطام مع المستقبل الخاص بها ما يعرف بال وحنا عندنا والان هنا عندنا والان هنا للرسالة الإشارة والان مستقبل الإشارة هنا المستقبل الإشارة يكون على سطح هذه الخلية هي معطلة فهذه الخلية المعطلة على سطحها يوجد ريسيبتر يعرف بالم سي اس اف ار ينتظر امدماج هذه المونوسايت كونسي ميرين فاكتر ليغاند مع الريسيبتر واندما يندمج المثلث الاخضر مع المستقبل الاصفر يؤدي الى تنشيط الاستيو كلاس بري كرسر من اناكتيف الى اكتيف وهذا عن عملية الديفرنشييشن يعني الاستيو كلاس تتحول الى اكتيفة ديو كلاس تتحول الى اكتيفة ديو كلاس وتؤدي الى عملية مستقبل الى المسال الاول مصار الثاني منعرف بالاستيو بلاسز ؟ في الاستيو بلاس pathway ما يحدث ان هنا لا نفرز مونوسايت كولي ملتفضر لغاند رانك لغند تقوم بالاتصال مع رانك ريسيبتر هنا إشارة رانك لغند ودي رانك ريسيبتر عندما تندمج اللغند من الأستيوبلاست مع الريسيبتر يؤدي إلى نفس النتيجة ألا وهي الأستيوكلاست هي إناكتب تتحول إلى اكتباتي أوستيوكلاست عن طريق عملي الديفرانيشياتي ويوالبرولي فريشن يعني الرانك لغند تؤدي إلى تنشيط مسار داخل النواة يوارب بلنوكلير فاكتر كابا بيتا نوكلير فاكتر كابا بيتا نوكلير فاكتر كابا بيتا هكين الي منannahن نوكلير فاكتر موجود داخل النواة يقوم بتنشيط تنشيط تنشيط gins and the genes give us gene products عندما يحدث لها المرنى تم الترانزلتون إلى التالي هذه الالتالي تحفز الدخول في السلسان والاليدكال والالتالي والالتالي والأزرير فيما يؤدي الى طيب دير المساعرين مساعر الاول في الرسيبتر يؤدي الى ونخر العظام تفرض لنا يؤدي الى في قضية ثانية في غاية كانت الأهمية اذا ما يعرف بال أو بي جي أو بي جي أو بي جي ما هو الأو بي جي أو رب جي هو استياء كريمة أو так والو ب أخر دينجين أو بجي أوkit أوبط أو lin أو pasar يعني إلي أخل ír الفصة منtime أو من الاستيو بلاست يعني إذا الاستيو بلاست تريد تعطيل نخر العظام نحن الآن لا نريد الاستيو خلاس اكتيفتي او نخر العظام نريد بناء العظام فإزا في كنا إزا أردنا الاستيو خلاس تقوم إذا أردنا الاستيو خلاس اكتيفيتي الاستيو بلاست تنشط لنا الرANC Flow range receptor pathway والم days long pathway، القضاء المثالة الاوخضر مع ال mslF receptor. أما إذا أردنا الاستيو؟ إذا أردنا بناء العظام تفرز الأستيوبلاست OPG والOPG هو عبارة عن غطاء يمنع شوف هنا عندك الرانك ليجل تتصل مع الرانك ريسيبتر أما هنا الOPG يمنع هو مثل الكرسي يمنع اتصال الرانك ليجل مع الرانك ريسيبتر يعني يمنع هذه العملية يجد هو عائق في المنتصف ما بين الرانك ليجل والرانك ريسيبتر هذا العائق مهم جدا لأنه يمنع لأنه إذا ليس هناك الرانك ليجل معناها ما هيكون فيه تنشيط للأستيوكلاست وما هيكون فيه نيوكلير فاكتر كافا بيدا وديفرينشيييشن أو بروليفوريشن لأكتيبيدد أستيوكلاست فهذه وسيلة لتعطيل عملية الأستيوكلاست لذلك معظم الأدوية الأدوية للمرضى الذين يعانوا من حشاشة الأعظام الأستيوكروسيس تجد أنها أدوية تساعد في تنشيط الأستيوكورتيغرين لتمنع إفراز انضمام الرانك مع الرانك ريسبتر وتنشيط الأستيوكلاست فهذا يؤدي إلى تعطيل الأستيوكلاست ويزيد كسافة العظام أما إذا أردنا مريض مصاب بمرض نريد علاجه تقوم بتنشيط إفراز الرانك ليجل ويؤدي إلى تنشيط نشاط الأستيوكلاست ويؤدي إلى نخر هذه العظام فهذا المسار مهم جداً لأنه يبين لك كطالب أن هذا المسار يتم استغلاله في النشاطات الصيدلية والعلاجية بعدما اكتشفنا ما هو المسار الذي يؤدي إلى تنشيط الأستيوكلاست يمكننا الآن تعطيل هذا المسار بناء على حالة المريض إذا المريض يعاني من نخر وهشاشة عظام نقوم بإنتاج أدوية تنشيط طنل الأستيوكلاست ليمنع انضمام الرانك ليجل مع الرانك ريسابتور أما إذا المريض العكس عنده كثافة مرضية شديدة جداً مثل مرض العظام البلوري ما يعرف بأستيوكلاست فهنا نقوم بتعطيل إنتاج الأستيوكلاست ونزيد إنتاج الرانك ليجل ليتم تنشيط الأستيوكلاست ليتم نخر هذا الكتلة البلورية شديدة جداً في عظام المريض وإرجاعها إلى حالتها الطبيعية طيب الآن خلونا نتكلم عن موضوع آخر في غاية الأهمية طيب ما هو الموضوع ما هو الشق أو القسم الثاني الذي سوف نتحدث عنه إن شاء الله سوف نتحدث عن قضية ما يعرف بالأستيو بروسس ما يعرف بأستيو ما يعرف بأستيو بروسس أو هشاشة هشاشة العظام طيب ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هشاشة العظام أولاً يجب أن يكون لدينا مفهوم شامل لما هي كثافة العظام والأسباب التي تؤدي إلى كثافة العظام أول شيء عندما يولد الإنسان ويكون طفل صغير يعني ده عندنا رسم بياني في المحور السيني عندنا العمر عمر عشر سنوات عمر عشرين سنة عمر ثلاثين سنة نضع دائرة في عمر ثلاثين سنة بعدها أربعين خمسين ستين سبعين وهنا عندنا الكثافة العظام نجد أنه مع مرور العمر يكون هناك عملية بناء للعظام حتى بداية العقد الرابع يعني عمر ثلاثين سنة ده أقصى عملية بنائية للعظام بعد سن الثلاثين سنة تبدأ العظام بالهشاشة إذن هذا يعني أنه من الولادة إلى عمر الثلاثين سنة وهذا يؤدي إلى نخر العظام طيب هناك أسباب يعني هذا الرسم البياني غير سابق هذا الرسم البياني غير سابق تجد أنه يعني مع تقدم العمر قلنا ذكرنا أنه الكثافة العظام تزيد إلى عمر الثلاثين سنة إلى عمر الثلاثين سنة لأن الأستيوبلاست أكتيفتي يزيد والأستيوكلاست أكتيفتي ينقص أما بعد الثلاثين العكس الأستيوبلاست أكتيفتي ينقص والأستيوبلاست أكتيفتي يزيد وهذا يؤدي إلى انهيار أو ضمور في كثافة العظام طيب ما هي العوامل التي تؤدي إلى زيادة يعني تجد بعض الناس كثافة العظام عنده تزيد إلى بعد الثلاثين وتفضل في ثبات إلى عمره متأخر جدا ده إنسان رقم اثنين إنسان رقم ثلاثة تجد أنه شاشة العظام تبدأ عنده حتى قبل الثلاثين فما هو أسباب الاختلاف؟ أسباب الاختلاف ذكرنا ثلاثة أول شيء يعني إنسان شغال طلبه إنسان شغال يرفع في مرفوعات ثقيلة في بناء العمارات هذا إنسان عظامه في حالة مستمرة يوميا من رفع مأقوب ومواد البناء فتجد أن عضلاته قوية جدا وعظامه قوية فتجد أن كثافة العظام سوف تستمر في قوتها إلى عمر طويلة إنسان آخر تجد أنه مصاب بأمراض خلقية أدت إلى تنشيط الأوستيوكلاست أكتيفتي فتجد أنه نخر العظام سبب طفرة جينية أدت إلى تنشيط طفرة جينية أدت إلى تنشيط عوامل داخل الخلية أدت إلى تنشيط بصورة مرضية للأوستيوكلاست التي أدت إلى حشاشة العظام أول عكس تجد أنه هناك أمراض خلقية أدت إلى تنشيط الأوستيوكلاست التي تؤدي إلى كثافة فضيعة أزيد من المطلوب أدت إلى بلورة العظام بصورة مرضية فتجد أيضا جينيتيك فاكتور هو السبب الثالث السبب الثالثة نيوتريشن المال نيوتريشن والأوبيسيتي أيضا المال نيوتريشن هي يعني نقص التغذية أو مثلا تجد عند كثير من الفتيات الصغيرات السن الحديد نقص في الحديد ونقص في الكالسيوم وتجد أيضا كثير من الناس عندهم نقص في الفيتامين دي وهو مهم جدا للنجاح في استخلاص الكالسيوم أو امتصاص الكالسيوم من الجهاز الهضمي إلى الدم وبعد ذلك نقله إلى الأنسجة والخلايا فتجد وكذلك السمنة المفرطة أيضا السمنة المفرطة يعني تؤدي إلى إجهاد شديدة على المفاصل إما يؤدي الأريثرايتز أو التهاب المفاصل أو هشاشة العظام لكن أسباب أخرى ما يعرف بالمينابوز فهناك نوعي من الأستيوبروسيس هناك المينابوز أستيوبروسيس وهناك السينايل أستيوبروسيس في المينابوز نحن نعلم أن هرمونات لها تأثير مهم جدا في كثافة العظام يعني مثلا هرمون الباراثيرويد هرمون إذا أفرز يؤدي إلى تنشيط الأستيوكلاست ونخر هذه العظام ويؤدي إلى هشاشة العظام لأنه الباراثيرويد هرمون يؤدي إلى زيادة كمية الكالسيوم في الدم معكس الكالسيتونين الذي ينقص الكالسيوم من الدم ويزيد الكالسيوم في العظام أما هرمونات الجوهرية وهرمونات النوع مثل تستاسترون عند الرجال والإستروجين عند النساء مهم جدا في زيادة كثافة العظام معكس البراثيرويد هرمون البراثيرويد هرمون يقلل من كثافة العظام والتستاسترون والإستروجين عند الرجال وإستروجين عند النساء يؤدي إلى زيادة كثافة العظام لذلك تجد الإنسان المصاب بالسمنة تجد الكثير جدا والإنسان الذي لا يتريضه وعنده تجد أن هذا الإنسان يصاب بالخمول والكسل والنسبة التستاسترون ضعيفة فتجد مع ضعف التستاسترون يصاب بها شاشة العظام أما الإنسان الذي يتريض ونشيط تجد أن التستاسترون يزيد وكثافة العظام تزيد عند النساء تجد كلما كان الإستروجين عالي كلما كانت كثافة عظامها قوية وكثيرة لذلك النساء بعد سنة ما يرى بسنة اليأس في الإنجاب يحصل ضمور فضيع جدا وإنهيار في معدل الإستروجين في الدم فهذا يؤدي إلى هشاشة العظام وكثير من أجروا تجارب يعني جابوا بعد الفئران وأنثى الفأر وتم حقنها بالإستروجين فوجدوا كل فأر الذي تم حقنه بالإستروجين بمعدلات متفاوتة كل ما زادت نسبة الإستروجين كل ما زادت كثافة العظام للأسف إذا زادت نسبة الإستروجين في الدم بصورة شديدة جدا يؤدي إلى السرطان أو السرطان الثدي لذلك كثير من النساء لا يتقبلون الذين لا يتقبلوا سنة اليأس في الإنجاب تذهب لتأخذ حقن في الإستروجين وتزيد الإستروجين في دمها وتجد كثير من الأطباء يعني لا يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يعني يرقبون في النساء يعني ذمة ولا يعني لا يخافون على صحتهم والموضوع بالنسبة لهم تجاري تجد يعني يعطوهم كمية كبيرة جدا من الإستروجين بناء على طلبهم وهم يجهلون أنه الكمية الفضيعة الكثيرة في الإستروجين تؤدي للإصالة بالسرطان وهذا يعني كثير من النساء يصابوا بسرطان الثدي تجد للكمية المفرطة من الإستروجين في الدم فنجد هنا أنه في المنابوز هناك إضم حلال وضمور ونقص في هرمون الإستروجين يدكريست سيرم إستروجين هذا يؤدي إلى عملية التهابية في الجسم فقر الإستروجين في حد ذاته يعتبر عملية التهابية وهذا يؤدي إلى ويؤدي فيما بعد الخطوة التالية يؤدي إلى ويؤدي إلى عملية التهابية في المنابوز عند الرجال عندنا سينايل ومع الخرف سينايل مع زيادة العمر مع زيادة العمر تجد التستستروني يقل عند الرجال وتجد هناك ضعف التيلومير في السل سيكل التيلوميريس أكتيفتي يضعف والتيلوميريس يتشغل مع كل راون ويحجز أنه هناك تدريبية التشغل مع الزواجة التشغل مع الزواجة ويظهر سينايل مع الزواجة ما بيشتغلوا بكفاءة عالية نسبة لديرانجمنت وتلف يحصل داخل الخلايا ودكريس بايولوجيك اكتيفيتي ويحدث ريديوست فيزيكال اكتيفيتي ذلك تجد نسبة لهشاشة العظام والاجهاد يصاب المريض بحالة من الارحاق والكسل المستمر والتعب وهشاشة العظام وآلام في العظام يؤدي إلى إرحاق هذا المريض وإصابته بحالة من الكسل ويؤدي فيما بعد إلى ضعف في الفيزيكال اكتيفيتي والفيزيكال اكتيرسايز نحن نعلم أن كلما قل الفيزيكال اكتيرسايز أجروا تجارب على فئران تقوم بجري وفئران سسبند يعني الربطوا في أقدامها الحبال ومنعوها من الحركة وبعد شهر قاسوا كثافة العظام عن طريقة ديكسس كان وجدوا أن الفئران التي كانت متحركة كثافة عظامها قوية والغير متحركة ضعيفة جدا وهذا يؤدي إلى يؤدي إلى في نوعين من الحساشة العظام وحساشة العظام مينبوز عند النساء وعند الرجال وأيضا عند النساء النساء يصابوا بالاثنين مينبوز وإيجين أما الرجال يصابوا بإيجين الاستيوبروسيس لأنه يعني ما في قضية اختفاء التستاسترون من دم الرجال كما يختفي الاستروجين من النساء في حالة المينبوز وهناك اختلاف ما بين الاستيوبروسيس والاستيوبينيا الاستيوبروسيس والاستيوبينيا الاثنين هما هشاشة عظام ولكن الاستيوبروسيس هشاشة العظام مع نسبة خطر أكثر للانكسار يعني المريض المصاب باستيوبينيا مصاب بهشاشة عظام ولكن المعدل يكون من واحد إلى اتنين وخمسة ستاندر دي فييشن أقل من معدل المتوسط لكثافة العظام أما إذا كان المعدل أقل من اتنين ونصف ستاندر دي فييشنز من المعدل المتوسط لكثافة العظام هذا المريض الآن ما عنده استيوبينيا وعنده بالعكس الاستيوبروسيس فإذا المريض مصاب به استيوبروسيس هي هشاشة عظام مع نسبة خطر كبيرة جدا للانكسار أما الاستيوبينيا هشاشة العظام ولكن ليس هناك خطر في الانكسار أو الفراكشور إن شاء الله تكون محضرة مفيدة وإن شاء الله نراكم في درس المقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر